تتحدث مصادر سياسية شيعية عن خريطة سياسية معتدلة ستقود إلى شراكة قوى في الإطار التنسيقي بترتيبات الحكومة المقبلة يكون في مقدمتها تقلي رئيس إتلاف دولة القانون عن سباق المناصب ليحتفظ بزعامة الكتلة السياسية برمزيتها الدينية والحزبية ليشكل توازنا مطلوبا بالبيت الشيعي وتقول المصادر أن التيار الصدري والإطار التنسيقي لن يصل مرحلة الصدام المباشر بوجود مظلة مرجعية النجف وطهران مشيرين إلى أن الأخيرة تلعب دور التهديئة لا فرض الإرادات كلما تعقادت الأجواء داخل البيت الشيعي وأن زيارات مكوكية لمسؤول ملف العراق بالحرس الثوري الإيراني جنرال قاني شاهدوا الحي على قلق طهران من خطر الخلاف الشيعي الشيعي على التوازن في العراق وفي ضاء معلومات المصادر فإن حكومة الأغلبية الوطنية سيتم تعديلها من حيث التركيب مع اعتمالية انضمام قوى من الإطار التنسيقي وغير متقاطعة مع زعيم التيار الصدري مقدد الصدر إلى مشاورات تشكيلها